اشتركوا في القناة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأبناء وعوائل الشهداء من منتسب قوة الدفاع وزارة الداخلية وفي بداية اللقاء نقل اسموه تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لأسار الشهداء وأبنائهم بعيد الفطر المبارك وتمانيت جلالته لهم بالتوفيق والنجاح في مختلف مناحي الحياة كما هنأ اسموه أبناء الشهداء بعيد الفطر مبتهلا إلى المولى العلي القديرا يسكن الشهداء في جنات الخلد ويعيد هذه المناسبة السعيدة على البحرين مليكا وحكومة وشعبا بالرفعة والتطور والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وقال اسموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة وهو يخاطب أبناء الشهداء إننا في كل يوم نتذكر بكل الفخر والاعتزاز مناقب شهدائنا الأبرار البواسل من رجال البحرين الشجعان المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم الزكية في ميدان البطولة والشرف فداء لوطنهم وأمتهم وتضحياتهم الشريفة وأداء واجبهم السامي الدحر الإرهاب والأطماع التي تهدد سيادة وطننا والوقوف في وجه من حاك المؤامرات ضد المملكة وأراد بها الشر وحاول جاهدا بشتى الوسائل زعزعة أمنها واستقرارها فجسد هؤلاء الشهداء الأحياء عند ربهم يرزقون أسما قيم الوطنية والفداء وكانوا فخرا لكل أبناء البحرين هذا وأضاف سموه كل شهيد من شهداء وطننا الغالي هو مصدر فخر لأسرته وعائلته الكريمة التي سهرت الليالي وعاملت على تربية أبنائهم تربية صالحة وزرعت فيهم قيام الدين الإسلامي الحنيف وحب التضحية والفداء في سبيل الوطن والذود عنه وحماية أمنه ومقدراته ومنجزاته وأن تلك الأسر العريقة الكريمة وذويهم لا يقلون بطولة وشجاعة عن أبنائهم فقد ضربوا أروع الأنفلة في حب الوطن بثباتهم وروحهم الوطنية العالية وتقديم فلاذة أكبادهم في سبيل وطننا الغالي لدرئ شرور الإرهابيين والعملاء وأصحاب الفتن قبل أن تتجاسر هذه الشرور وتمس أو تنال من أمن البحرين وبلداننا الخليجية والعربية الشقيقة ولمنعهم من تنفيذ مخاططاتهم الإجرامية ونشر الفتن في دول المنطقة وآشار سموه كلنا أهل لأسر شهداء البحرين الذين يستشهدوا داخلها أو خارجها في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وهم أهل للتقدير والإحترام والتكريم لتضحياتهم وصبرهم ودفع أبنائهم في ساحات الفداء نصرة للحق وإرساء قيام السلام والعدل فبريمائهم الزكية الطاهرة سطروا أسمى معنى النبل والتضحية والعطاء سيرا على نهج الأباء والأجداد وبيّن سموه إن رعاية أبناء الشهداء واستقبالهم وتلبية احتياجاتهم واجب علينا جميعا ودائما ما يحثنا جلالة الملك المفدى على تقليم الرعاية اللازمة لأبناء وأسر شهداء الواجب وأن هذا النهج الذي تقوم به المملكة تجاه أبنائها من الشهداء وأسرهم ليجسد عمق التلاحم وحرص المملكة على رعاية من ضحى في سبيلها شكرا